النهاردة ونتفرج على المباراة المباراة الأهلي وسيم بقى اتدائلت زينا؟ اه زي عيلت اه يعني أنا من الناس اللي بشوف أني الأهلي هو صاحب القرار أو هو الفرق اللي بتقرر والفرق اللي قدامك بتتعامل على هذا الأساس صحيح فلما بشوف الأهلي مش هو صاحب القرار بتدائل يعني ما بقاش مبسوط يعني ممكن أبقى قابل الكلام ده لو أنا عندي إصابات لو أنا عندي فرق مش متكونة كويس لو أنا عندي نواقص أبقى قابلها إنما لما تبقى فريتي كاملة وفرقة الطريقة اللي هي بلت نسبك اللي بتحلم بها أعملها حلول بره وجوه حلول بره الفرقة بيبقاش الشكل في الآخر بلعب على قد الحدث يعني لموتش محتاج إيه نحن نعدي نعديه خلاص لأ أنا كمشجع هلاوي بقى مش ك طبعا مش كراجل لأ مشجع هلاوي نجم في الأهلي آه يعني أنا أحب أشوف الأهلي كبير دايما أحب أشوف الأهلي عنده حطة الأهلي أنا أكسب فإنت شوف أنت هتعمل إيه صح أنا هنزل أكسب أنا ما حستاش النهاردة في البداية خاصة إن كمان المنافس مش كبير يعني فرقة عادية وحتى لو كبير أنا أحب أشوفه يعني حتى أنا أنا يهمني يعني أنا نادي الأهلي هو بلعب ريال مدريد في كاس عالم معي أنا أعيز أن ينزل يكسب صح كلنا طبعا يعني إحنا شايفين كده طبعا تربين على كده والده اللي إحنا شوفنا طوله عمره إن الأهلي بيقرر والباقي الفرق بتحاول تحلم عبق قلت أبل كده إنه الأهلي بالنسبة لي أحب أشوف الأهلي لما يلعب في أفريقيا زي منتريستر سيتي كده أيوة طبعا اللي هو نازل كده كده أنا البليد أنا الخطر أنا اللي الناس كلها تخاف مني بالضبط والسيتي بيعمل إيه أنا همش أضاير أنا جو أنا برا أنا فوق أنا أمليش علاقة أنا عندي طريقة هو أعملها وأسلوك حتى أنا بخسر هعمل كده أنا عندي شخصية أو حاجة واضحة لما بالحاجات دي بتقل لعندي كنادي أهلي أنا بزعب طبعا ليه بقى النادي الأهلي النهاردة زعب بالشكل ده أنا شايف أنا دايما مش بقسم بقدرش أقول كلمة عامة للمطش عشان أنا ما بقسمش المطش مطش يعني منفعش أقول الأهلي كان وحش أنا دايما نأخد الأحداث إيه إحنا لقبنا مطشين شوطين هناك وشوطين هنا دولة أربعة منفعش أقول صح الأهل عدة كده فدولة أربعة لو أنا بحللها إذا أتكلم على الأهلي صح أنا لعبت أربعة جوالات أربعة شوط بالضبط كده الشوط الأولاني ده اللي احنا لعبناه هناك كان كافيلي أن أنا أخلص من الثلاثة كنش أحتاج الثلاثة خالص أو الثلاثة دول يبقوا تحصيل حاصل أو الثلاثة دول ممكن الفرقة تجيلي أصلا بناشئين أو بقى حد مش يجي لعبوني أساسا فأنا عندي أربعة شوط أنا محتاج أبقى زاكي فيهم طبعا ما عندي فرصة أن أنا أقدر في الشوط الأولاني هناك أن أنا أقدر أجيب ثلاث أهداف أو أربعة ولا ماتش يخلص وأبدأ أعمل استحواز وألعب على الأرض وأبقى مسيطر ولا ماتش يخلص وأنا أوقف على رجلية مش محتاج أعمل مجهود غير أن أنا أبقى كسبان أتعادل وأخسر وأدور على التعادل وأبدأ كل ده عصبية وكل ده بتأخذ من مجهودك ومن وقتك وده بدني طبعا إحنا بنديري التسعين ديئة بدني الموضوع مش كورة يعني الكورة دولياتي ما بقيتش الموضوع جري وخلاص لا أنا محتاج أوفر مجهود على قد ما أقدر أديري التسعين ديئة مظبوط فأنا لو أنا أخدت الشوط ده بأهمية والأهداف الفرص اللي جات لي إن أنا أخلصها ما كنتش أحتاج التلاتة اللي بعد جات أو كنت هعمل التلاتة بليف الأقل أو كان هيبه عنده فرصة ندخل لعبة تانية عايز أشوفها وعايز أعقق صحيح فئة رياحية ولكن هنقدرنا بسوق التعامل مع الشدة التلاتة شوط التانيين كانوا صعبين جدا عليك لكنادي أهل الحد ديئة الكورة اللي فيه كورة في الآخر تحسبت أفصاية دي لوجون خلصة الحكاية انت فاهم إحنا فين انت فاهم القصة عملت إزاي بتخسن من سنبا في أول دور في البطولة الجديدة مع احترامي ليها فرقة أنا شايفة فرقة متوسطة صحيح حتى الكورة استحوازهم دايما أنا اللي بقوله بتفضل أيوة مسبوس حتى هو بيحاولش يقطع صح انت فاهم ما نقصه دي فهو طول الوقت بيعتمد على أن انت بتغلط فبتأخذ الكورة ويبدأ ويشتغل عليه فأنا شايف أن الأمور أنا كلادي أهلي صعب طاعة لنفس جدا أمورك تسهل من كده بكتير المطش هنا النهاردة نزلين بهدوء غريب أنا اللحظة الوحيدة اللي حسيتين احنا كنا مركزين فيها أول وما جي فيها كهدف أول ما جي أول تركيز صح عارف اللي هو الباص وحالي معلول رايح بأقصة حاجة وعارف بيلعب فين وكهرباء داخل حاطة بطن رجله كويس الله وبعد كده أول ما جي الهدف جي ترك رجعنا تاني وهديين ومستنين لعبوا على طويل وإحنا وقفين في الزون الزون التالت الأخير ده خطر جدا طبعا ومش مضمون نهائي بمعنى بربك جزاء جيت في إيد بالصدفة أحد بيعمل كروس عمال لمشكلة ده فيه كورنر تحسب أنا قلقت طبعا انت بحط نفسك في ريسك مش محتاجه وعندك دكة موجودة كويسة جدا ليه ما استخدمش الدكة نهار ده يعني مارسي كورنر بعد المباراة قال لك أنا عبارة المباراة صعبة وعبارة ما دخل لعيب وياخد على الأجواء والمباراة ويخش المباراة فكنت علينا أن أدخل أي لعيبة النهاردة احنا بحترم رأي المدير أنا الراجل المدير فن طبعا فدائما هي كلها أفكار صح الموضوع كله أفكار ولكن لما تبقى فرق فرقتي مش في الحالة تتركيز مية في المية مش أفضل حاجة ومش أحسن حاجة ننفعش أنا أخر التغيير وأقول أنا هينفع مش هينفع نزوله مثلا في البعض في ديئة 80 عشان مش هيلحق طبعا على فكرة كان ممكن يلحق بلا تلت ساعة ياخد يعني بعد ربع ساعة من الشرط التاني لو نزل هيلحق ياخد الأجواء بين الشرطين يلحق ياخد الأجواء على فكرة يعني ممكن ياخد شرط كامل صحيح هي إنت إذا نقتنا في أن إحنا لازم الأجواء ما يلحقش ياخد الأجواء في ديئة 80 لا أحنا بنتكلم أنت أنت محتاج تغير من بدري جدا الحقيقة كمان مرسل كلها النهاردة في المؤتمر أنه مام عشور مش جاهز بنسبة 100% وأنا مش شاركه أعدام هو مش جاهز بنسبة 100% هل كان ممكن يحط لعب أخر على الدكة النهاردة ويبقى مام عشور بره خاص أعدام كده كده وطلع بره حساباته لو عندك شاك 1% يبقى بره هو هو الأقل لو أنا عندي شاك 1% يبقى بره لأن إمام مش محتاج يقعد على الدكة عشان يبقى تديله الإحساس زي ما بنعمل مع الناشين يطلع ناشئ عشان تقوله يبقى وقد الأجواء وقعد مع اللعيبة لا يعني مش محتاج تعمل كده ولا أنا أقصد إن لو أنت شاكك 1% عندك لعيب مش جاهز يلعب لأ يبقى طيب ليه لعيب أننا دي الأهل بكل هذا الكام من الخبرات والنجاحات تحديدة للمشم الماضي يبقى فيه كهارات خاطئة النهاردة كتير قوي في التمريرات في العرضيات حتى في أمور دفاعية ليه يبقى فيه كهارات خاطئة إحساس اللعيب إن أنا في أي وقت عايز أجيب وقلها جيب ده إحساس مسيطر بدليل وفعلا وكل وقت الأهل حبي يجيب ويجيب ما كانش عنده مشكلة لا هناك ولا هنا بدليل أنت ما كان بيتقدم عليك بتعادل بسهولة بارس صحيح فأنا داخليا مش ألم الفرقة لأن أنت النهاردة أنا واجهة نظري نادي الأهل النهاردة في فرقة سيمبا هنا وهناك لو أنا عندي حد في نص الملعب بيحطيلي الكرة بين السرد باك والباك الحد في القلبي ده أكسب 15 يعني لو حد بيشيلها بس مزبوط وحد بيقطع المكان ده واضحة جدا السفرة دي عندهم من المباراة اللي هناك إنت باقي صرار كامل إيه طول الوقت لأنه عايز أدخل من القلب لأنه زح ما نواقف ما نواقف إنما اللعب عموما أصعب حاجة على الخط الظهر إيه إنه يبدأ يغير وشه ويبدأ يتعامل مع الكرة العكسية مشكلة وأنا جايب وشي من مسافة فهتروح طول الوقت أعمل أعمالها بيرستاو كذا مرة النهاردة بس أنا بتكلم إنه نقطة دي كتبينة جدا إنه خط الظهر كله أي حد بلايميكر من هنا لو شالها في ظهر الباك والسيرد باك باك ليفت السيرد باك جنبه في المنطقة دي شيل هنا وهنا صح أتروح كل شوية ترجمة نانسي قنقر